السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لم يكن الامر سهلا لكن فعلناها ما تنسوش الدعاء لاخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع شاب اسمه جوكي ماشي في الشارع وبيبص على صورة واحدة متعلقة في محل وبيتكون عينه بتلمع وهو بيبص للصورة وشكلها كده البنت بتحبه بعدها بنلاقي لابس قناع وداخل يسرق فيلة كبيرة جدا لكن لسوق حظه قريب صاحب البيت بيبقى عاملين له مفاجأة وقتها جوكي بيتصدم صدمة عمره وكان لازم يحكي لنا الحكاية من الاول وبتبدأ من فترة الدراسة بتاعته لما كان فاشل في دراسته ومش عاوز يكمل تعليمه بسبب شغفه للافلام وانه عاوز يبقى كاتب افلام مشهور كل الناس تشاور عليه ومن شدة حبه لها بنلاقي واقف هو واخوه الكبير عرفان في الشارع بيبيعه افلام مسروقه وفي الوقت ده بيلمح جوكي بنت جميلة جدا اسمها ايلا وبيقرر انه يروح يتعرف عليها فورا ولما بيروح لها بيلاقيها بتستهزئ بيه لانها اكبر منه وبتاخد ابوها وبتمشي ورغم كده الا ان جوكي قلبه تعلق بيها لكن عرفان بيقطع اللحظة الرومانسية دي وبنلاقيه بيجري باقصى سرعة من الشرطة قبل ما يقبضوا عليه بسبب تجارته في الافلام المسروقة بس عرفان بيكون اسرع من الشرطة وبيقدر انه يهرب منهم ويرجع البيت يخب الاسطوانات ولما بيرجع جوكي البيت بنلاقيه مش فارق معه كل اللي حصل ولا حتى هيشتغلوا فين بعد كده وكل تفكيره دلوقتي هيعرف مكان ايلا ازاي في اللحظة دي عرفان بيقوله انها شغالة في مكتب كاستنج لكن بينصحوا ما يتكلمش معاها لانها اكبر منه ب3 سنين وابوها الزابط سابق في الجيش يعني ممكن يسجنه بكل سهولة ومع ذلك اول ما بيعرف مكان المكتب اللي شغال فيه بيروح لها باقصى سرعة وهناك بيستعرض مهاراته قدامها وبيعرفها انه يقدر يمثل اي دور والحسن حظه بتيجي مكالمة الايلة من مخرج عاوز كنبارسات فابتاخده هو واللي قاعد معاها على المكتب وبيروحوا لوكيشن تصوير وهناك بيديق جوكي جدا لما بيلاقي لبس الشخصية وصير عليه وكمان ايلة لما بتشوفه بتفضل تضحك عليه وبنلاقي المشهد بتاعه انه مصلوب والبطل بيضربه بالقلم على وشه ومع ذلك بيستحمل الاهانة الاقصى درجة بعد كده بيطلع جوكي في البريك يتكلم مع ايلة وبيعترف لها انه بيحبها وبيحلم انه يبقى ممثل او كاتب افلام مشهور علشان يقدر يتجوزها لانه من عيلة فقيرة وبالليل بيرجع جوكي البيت وبيلاقي امه بتتفرج على الافلام اللي بيسرقها اما بمجرد ما بيحكي العرفان يومه عرفان بيتعصب عليه وبيزعق له علشان ماشي بس ورا حلمه ومش عارف يشتغل حاجة تجيب فلوس يعيشوا منها لكن ابوهم لما بيسمع صدخ نقيتهم بيتدخل علشان يفصل بينهم بس اللي اتنين ما بيهتموش بكلامه لانه هو اللي مربيهم على الاستهتار من صغرهم بعدها بنلاقي عرفان واقف في محل سايبر ومتوتر قبل ما يجيب نتيجة المدرسة بتاعته لكنه بيتشجع وبيفتح موقع الوزارة وبيفرح جدا انه اخيرا نجح وبيجي له وقتها شاب بيشوف له النتيجة وبيلاقي سقط رغم ان الشاب ده عامه كان بيجيب له كل الامتحانات يحفظها قبل ما يروح وفي نفس اللحظة بيكون جوكي في التصوير وبيلاقي ايلا ماشية مع شاب مغني فبيغير عليها جدا وبيروح يسألها عن الشاب ده فبتحس ايلا باهتمامه بيها جدا وبتعرفه انه موهبة صعيدة وعايش في نفس المنطقة بتاعته وبيتسيبه علشان تكمل شغلها بس ما تعرفش ان جوكي لما هيشوف الشاب ده هيفضل يهزأه ويستفزه لحد ما الشاب بيغضب جدا وبيمسك ازازة يكسرها على دماغه وبيقطع هدومه وبيجري وراء جوكي باقصى سرعة لكن المغني ده ما خدش باله من العربية المعدية وبتخبطه الطياره المسافة كبيرة ومع ذلك بيقوم يكمل جري وراء جوكي بس ما بيقدرش انه يمسكه ولما بيرجع جوكي بيهدوم الشغل كل اللي في البيت بيترياءه عليه وبيشبهه بالبنات علشان اصياره عليه فبيمسك عرفان يضربه ساعتها وفي نفس اليوم بالليل بيطلع جوكي من قطه يدور على امه وبيصعق لما بيلاقيها قعدة بتشرب سجاير في القوضة وبتقعد جنبه تطلب منه يشوف شغلي يكسب منه فلوس وإلا هيفضل عايش ملوش قيمة بس كلام امه بيجرحه جدا وبيقرر يكتب رسالة وداع ويسيب البيت ويمشي لكن تاني يوم بنعرف ان الاب هو اللي خاد الورقة ومضى عليها باسمه وساب البيت ومشي بعدها بيروح جوكي الشغل يحكي الايلا كل اللي حصل فبتفضل تضحك عليه وبتقوله انه لازم يقعد جنب امه بما انه عاطل واخو رايح للكلية لانها فاهمة انها مش هتقدر تشوفه لما تروح كليتها لكنه بيفجئها وبيشتغل في مطعم تبع الكلية وبيبقى موجود جنبها طول الوقت ومن الوقت ده علاقة حبهم بتكبر اكتر واكتر وتأكدت ايلا كمان من حبها لما وقفوا عند راجل عجوز مشرط في الشارع وجوكي طلع كل المعاود ده للراجل لما عرف انه اعمى وبيفرح جدا جوكي انها تأكدت من حبه اخيرا وبياخدها يركبها الاوتوبيس بس بمجرد ما بتمشي بيرجع ياخد الفلوس من العجوز لانه مش معا اي فلوس يروح بيها لكنه بيكتشف ساعتها ان العجوز ده بيشوف وكان بياخدعهم وقتها بيسرق جوكي الفلوس منه وبيجري باقصى سرعة وهنا العجوز بيكشف لنا انه بيمثل وبيقوم يجري وراه في الشارع وبينادي على ابوه وامه من الاماكن اللي واقفين فيها يجري وراه لكن جوكي بيبقى اسرع منهم وبيستحمل انه استخبى في الزبالة لحد ما يبعدوا عنه ولما بيخرج بعدها بيقعد في الارض وشكله متبهدل وبيلاقي واحدة بترميله الفلوس على اساس انه متسول هو كمان تاني يوم بنلاقي جوكي نايم في البيت وبتسمع ام الشرطة بتخبط على الباب فبتصحي يفتح الباب وبيلاقي الشرطة جاية تقبض على ابوه علشان متهرب من الجيش ولما مش بيلاقوا ابوه بياخدوا بطاقته يكشفوا عليها وبيلاقوها ربان من الجيش هو كمان وبياخدوا فورا يقدي الواجب الوطني وبعد كم شهر اي لا بتاخد بالها انه ما بيجيش الشغل فبتروح تسأل عليه وبتعرف انه دخل للجيش وبيعرفها صاحب المحل من غير ما تتكلم وبيعرفها ان جوكي بيحبها جدا لدرجة انه عامل اسم واجب على اسمها في المينيو فبتفرح اي لا جدا وبتروح لأمه البيت وبتدلها الرقم بتاعها علشان جوكي يقدر يتواصل معاها وبتمشي وطبعا بعدها عرفان بيروح للزيارة يفرحوا ان اي لا بتسأل عليه لكن بيصدموا لما بيقولوا ان الورق اللي فيها الرقم ضعت منه فبيتعصب جوكي عليه وبيخليه يمشي وبتعدي فترة طويلة وبيعدي جيش جوكي وبيرجع بلده وبنلاقي راكب اوتوبيس وبالصدفة بيشوف اي لا ركبة معاه وبيروح لها يعرفها انه مشتاء اليها لكنه بيتصدم لما بيلاقي حبيبها بيمسك ايديها وبياخدها علشان ينزله وبيعرف وقتها انها ضعت من ايده وبيرجع البيت يحكي العرفان اللي شافه فبيوسي اخوه بيغير الموضوع علشان يشيد به لانه مهتمش بكلامهم وقرر انه يكمل ورا حلمه بعد كده بيغير جوكي هدومه علشان يروح شغله وبنوصل للجزء اللي كان جوكي بيشوف صورة البنت باعجاب وهي دي صورة اي لا بعد ما تخرجت المهم بنعرف بعدها ان جوكي بيشتغل استاندا اب كوميديان وبيعمل حفلة في مكان وكل الناس بيبقوا مبسوطين منه وفجأة بتدخل اي لا الحفلة مع واحدة صاحبتها ساعتها جوكي بينسى كل اللي في الحفلة وبيركز مع اي لا بس وبيكلم الناس عن قصة حبهم وبيبقى في قمة ساعته لما بيعرف انها فشكلت مع صاحبها وبيطلب منها قدام الناس كلها انهم يرجعوا البعض وساعتها بتوافق اي لا من غير تفكير بس للأسف بيبقى اخو الشاب اللي سابته شغال في المكان وبيتخانق معاها ولما جوكي بيحاول يدفع عنها بينضرب بالبوكس في عينه بعدها بنلاقيهم الاتنين ماشيين مع بعض في الشارع وجوكي حاطت تلج مكان الضربة وبيقعدوا عند استراحة وبيقول لها انها وحشته وهي كمان بتبدله نفس الشعور وبيعرفها كمان ان عنده مقابلة مع منتك كبير اسمه تشين هي تبنى موهبته في الكتابة وتاني يوم بيروح لتشين في النايت اللي سهران فيه لكن تشين بيقلل من موهبته وبيستهزئ به وبيسيبه وبيمشي ورغم كده في اليوم اللي بعده جوكي بياخد عيلته كلها علشان يتقدم لأي لا وقبل ما يدخلوا جوكي بيحذرهم ما يفضحهوش قدام ابو اي لا لكن اصلا ابو اي لا ما بيرتح لهمش من اول ما بيدخلوا لانه بيبقى رفض الجوازة وبيتأكد ان عنده حق لما ابو جوكي بيقولوا ان جوكي ما عندوش شغل سابت وقتها ابو اي لا بيتصدم من تصرفاتهم الغريبة كلهم وبيتعصب جدا وبيطردهم كلهم برا بس جوكي ما بييقاسش لانه بيحبها وبيقرر يروح تاني يوم لتشين يعرض عليه سيناريو جديد لكنه بيتدايق لما بيروح له بيلاقي قاعد مع مخرجة وبيقول لها انه هيعمل لها فيلم كامل عن المكياج وبيبص الجوكي وبيقوله يكتب لها سيناريو لكن بيرفض جوكي يقدم النعدة من الافلام وبيرجع يتمشى في المنطقة الفقيرة اللي كان شغال فيها وهناك بيقابل واحد صاحبه من زمان اسمه سنان وبيقابلوا سنان بحفاوة كبيرة جدا لانه ما شفوش من فترة طويلة وبيدخلوا مع المحل وبيدور حديث بينهم وقت شغلهم مع بعض في الافلام المسروقة لحد ما سنان بيسألوا عن الورق اللي في ايده وبيعرف منه ان ده سيناريو وبيدور على منتج يعمل له فيلم وقتها بنلاقي سنان بيطلب منه السيناريو وبيوعدوا انه هيدور على حد يمول له الفيلم وبالليل بنلاقي جوكي وعرفان بيجيبوا سلم وبيروحوا يقفوا تحت شباك ايلا وبينادوا عليها علشان تهرب معهم ويتجوزوا وبيساعدهم عرفان وقتها وبياخدهم على السكن الجميع اللي كان فيه لانه مفيش اي حد يعرف مكانه بس ما بيلحقش يكمل كلامه وبيلاقي ابو ايلا بيخبط على الباب هنا بيقرر عرفان يفتح له بس علشان يفهم هو عرف المكان ازاي فبيعرفوا انه اتصل بابوه وقبل ما يسأله قاله على العنوان وبعدين الاب بياخد ايلا وبيمشي بعد كده جوكي بيروح لتشين من تاني يترك جيد بنا موهبته لانه محتاج ينجح في حلمه وفي نفس الوقت محتاج فلوس يعيش بيها ساعتها تشين بيتعصب عليه وبيسيبه وبيمشي باعتبر ان اهم حاجة في الشغل هو تطوير الفن مش علشان الفلوس تاني يوم بنلاقي جوكي وايلا مع بعض عند خبيرة علاقات وبتأكد لهم ان علاقتهم ما تنفعش لانه فقير جدا فبيتعصب جوكي وبياخدها وبيطلعوا يحسبوا السكرتيرا لكنه ما بيلاقيش معاه فلوس في المحفظة علشان كده بتتعصب ايلا جدا انها بتحبه وبتقرر تدوس على قلبها وتنفاصل عنه فبيروح بعدها يقعد مع عرفان وبيحكيله اللي حصل فبيقترح عليه عرفان حل ممتاز وعلى طول بيجيبه سيقر وشلة اطفال وبيروحه يقفه تحت شباك ايلا وبيغنولها علشان ترجعله وساعتها ايلا بتسمحه وبتقرر ترجعله تاني وتاني يوم بتلاقيه عمل لها مفاجأة وبيروح لها عند البيت وبيبقى قاعد على ربيته وبيقدم لها ختم في علبة فبتاخده منه وهي فرحانة لكن بتلاقي فيها ايربود فبتتعصب عليه وبتضرابه وبتقفل الباب على دراعه وقتها بقى بيفتح ايديه وبيدلها الخاتم وبتبقى في قمة سعادتها بعدها بياخدها وبيروح يقعوده في مطعم وبيعترف لها جوكي ان ابوها قبله وعرض عليه فلوس كتير جدا علشان يسيبها وهي طبعا بتبقى متأكدة انه رافض لكنها بتلاقيه بيطلع الفلوس من جيبه بس قبل ما تفكرها يروح بعيد بيقول لها انه خدع ابوها وهياخدوا الفلوس دي علشان يتجوزوا بيها وبالليل بيروح يقعد مع سنان واللي بيقوله ان ليه واحد صاحبه كان شغال معاهم في الافلام المسروقة زمان لكنه دلوقتي بقى شخصية مهمة في وزارة الترفيه وممكن يعملوا الطلب ويقدموه وهو هيقدر يمول الفيلم لكن محتاج مئة الف ليرة علشان يقبل الطلب ومن هنا دماغ جوكي بتشتغل وبيقرر يستثمر الفلوس بتاعت جوازه ويديها للراجل وبالفعل التاني يوم بياخد الفلوس يوديها لسنان من غير ما اي لا تعرف علشان ما تتخنقش معاه وبيمضي على اول عقد سيناريستي ليه لكن بعد يومين جوكي بيلاقي سنان بيرن عليه وبيقوله ان الراجل نصب عليه مهرب بالفلوس وبيوعده سنان انه هيرجع له الفلوس فاقرب وقت لكن صدمة جوكي ساعتها انه محتاج الفلوس دي علشان يشتري الشقة والعفش وقتها بيلجأ لحلال العقد عرفان وبيطلب منه نصيحة لكن اخوه ما بيبقاش عنده غير حل واحد وهم انهم يستغلوا ان تشين بيقعد كتير برا البيت ويروح جوكي يسرقه وده نفس اليوم اللي دخل فيه جوكي البلا بتاعت تشين مقنع وبيلاقي اصحاب تشين عاملين له مفاجأة وبيمسكوه يضربوه وبيطلبوله الشرطة وعرفان بيتصدم وهو شايفه وبيطقبض عليه ويحاول يبعد الناس اللي بتضربه ولكنهم بيوقعوا على الارض وبيفضلوا يدوسوا عليه بالجزم وبيضربوه بكل وحشية بعدها بيروح عرفان يزور جوكي وبيقوله انه مفيش حد هيرفع عليه قضية وهيخرج منها لكن الحقيقة انه بيتحكم عليه بتلت سنين سجن وطول الفترة محدش غير عرفان اللي بيروح يزوره وفي كل مرة بيسأل جوكي عن ايلا لكنها ولا مرة جات تزوره وبنلاقيه ساعتها جات له حالة اكتئاب وبيقعد يكتب لها جوابات طول الوقت بس لما بيبعت لها بنلاقيها بتقرب دموع عينيها لكن بتعرف انه جيه وقت نهاية القصة وبتقطع الجوابات اللي بتجيلها وفي يوم بيروح له عرفان وكله طاقة وحيوية وبيفرحوا ان الفيلم بتاعه اتقابل تمويله وبيقوله انهم مستنينه انه يخرج يشوف نجاحه قدام عينيه وبالفعل بعد فترة بيخرج من السجن وبيروح عرفان يستقبله ومن حالة اليأس اللي هو فيها بيروح للنجاح والاحتفالات والناس كلها نفسها تتصور معاه بما فيهم تشين اللي كان بيستهزئ بيه لكن حتى بعد تحقيق حلمه بيفضل زعلانه متدايق انه مقابل تحقيق حلمه بعد عن اكتر انسانة حبها في حياته وبيشوفها بعدها وبيتحصر لما بيلاقيها تجوزت وكونت اسرة سعيدة مع جوزها وبنتها وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم موسيقى